بصفة عامة احنا الدولة الوحيدة اللي لسه ما اتطورتش وتقدمت في كرة القدم لان كرة القدم المصرية مليئة بالفساد مليئة بالفساد والمسابقة الوحيدة اللي بتخسر على مستوى العالم يعني كل الدوريات على مستوى العالم وكل كرة القدم على مستوى العالم حتى الوطن العربي بتكسب. مع عدد دول المصر بيخسر. وبيخسر والاندية بتخسر بشكل كبير جدا. لان احنا ما عندناش احترار حقيقي. احنا ما عندناش بنبصص للمصلحة العامة على مستوى النادي وعلى مستوى المنتخب بشكل اساسي. ايه. فدي مشكلة كبيرة جدا. رغم ان احنا عندنا لعيبة على اكثر المستويات. طبعا. مفيش شك. لكن معظم الادارات هي مش محترفة. ما بتتعملش. آآ باحترافية. لا على مستوى الادارات. ادارة الكورة. ولا على اي مستوى اخر. وبعدين انا بصرف مصاليف كتيرة جدا. فانديها كتيرة جدا. بتصرف مصاليف كتيرة جدا. والمردود صفر. وبعدين بدوري هنا اتحاد الكورة. آآ يدخل قانون اللعب النظيف. اللعب المالي النظيف. آآ ان كل نادي قبل ما يبدأ الموسم بتاعه بيعلم ميزانيته. ويعلن هو هيصرف قد ايه. ولا يتجاوز آآ آآ دخله ابدا. مصاريفه لا تتجاوز دخله باي حال من الاحوال. آآ. عشان يجنب الانديها المشاكل اللي بتحصل على مستوى اللي احنا شايفينه ده. الغرامات والايقافات. والكلام ده كله ضروري ندخل قانون اللعب المالي النظيف. والكل يلتزم بيه. بصراحة يا كابتن هل اخطأ اتحاد الكورة باستغناء عن كيروس? هو انا من وجهة نظري ان انا ادي يعني كل الدوريات كل الاتحادات الكبيرة اللي على مستوى افريقيا بتدي مساحات كبيرة جدا لمدرب المنتخب. ايو. مش سنة. مش ستة شهور. لأ. ده يدي له سنة واثنين وثلاثة واربعة. وبعدين نبدأ نحاسب. لكن لكن ادي له فترة بسيطة جدا وحاسبه كيروش من المدربين القبار جدا على مستوى العالم. وانا كنت بقى ناشد اتحاد الكورة في كل مداخلاتي انه يستمر كيروش لان انا اعرفه معرفة شخصية وعارف قدراته وامكانياته كويس قوي. يعني اخطأ. طبعا. اتحاد الكورة. طبعا. بالاستغناء عن كيروس. ده مفيش كلام. لكن برضو مستر بيتوريا اضاف. خلونا صرحة. ونتائجه بتقول كده. مستر بيتوريا اضاف. ان خلى فيه شكل هجومي بشكل جيد جدا للمنتخب. ايو. اشرك كان الاول ظاهرة الجانب دول ما بيشركوش في الهجوم خالص. وعشان كده. كانت الفرص اللي بتبقى تسمح للمنتخب فرص قليلة جدا. ايه. لما سمح للاثنين دول الظاهرين دول آآ يشاركو في الوجوم. اصبح حجم الوصول كبير جدا. حجم الفرص اللي احنا بنضيعها كبير جدا. وده بيدي ثقة للمنتخب. لكن محتاجين يبقى التركيز اكتر من الناس آآ في حالة الفنش امام المرمحين. ايه. لكن هو اضاف للمنتخب مستر بيطاني. ده هيوصلنا نقطة مهمة جدا. ازمة المدرب في مصر. ايه. المدرب دائما بيتحمل نتائج المباراة. طبعا. يعني يكسب ماتشين تلاتة يبقى رجل عظيم. مش. يخسر ماتش. بتتحول كل الجبهات ضده. برافا. برافا. دائما. ازا كان على مستوى المنتخبات او على مستوى الاندية. آآ. هل هذا في العالم كله ولا في مصر? لأ. عندنا في مصر آآ بشكل واضح جدا جدا. ايه. فعلى مستوى العالم بيبقى فيه الكلام ده برضو لكن بيبقى المدرب ياخد فرص سنة واتنين وتلاتة واربعة. لكن انا عندي المدرب بيخسر ماتش. ابص الاقي التغيير. المدرب بيخسر بطولة التغيير فورا. لكن يا جماعة لأ. طب هو مفيش غير المدرب. طب ليه ما نقولش ان المدرب بيشتغل صح. وبيعملوا الدور بتاعه صح. وهناك بعض العناصر اللي بتعطروا. ما عندي عناصر اللعبة اربعة. آآ اللاعب. المدرب. الادارة. الامكانيات. ايه. فليه بقى المدرب دايما هو اللي يدفع التمن. ما بص في الثلاث عناصر التانيين. ايه. ما بص على الكواليتي بتاع اللاعيبة. ودورهم. واداءهم. ما بص على الادارة هل هي بتساعد وموفرة كل ما يلزم المدرب. ما بص على الجانب المادي. هل اللاعيبة بتاعتي تحصل على مستحقاتها بشكل جيد. وهل انا منتظم في الدفع اللاعبتي بحيس ان انا اخليهم تفكيرهم بعيد تماما عن الجانب ده وبيفكروا في الكرة بس. ما انا ضرورة بص في العناصر التانية. ايش معنى المدرب. ايش معنى المدرب. وبعدين هيبقى خطأك انت برضو.